منذ العام 2011 تعيش سوريا أزمة كبيرة خلفت وراءها عدة ظواهر سلبية اجتماعية ومعيشية وصحية خانقة لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة السورية ما أجبر الآلاف خاصة الشباب على الهجرة أو التفكير فيها تقرير لصحيفة الشرق الأوسط تسلط الضوء على موجة الهجرة المتصاعدة بين السوريين من مناطق سيطرة الحكومة إلى أوروبا عبورا بمناطق سيطرة الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي شمالي البلاد التقرير يعرض أسباب ازدياد ظاهرة الهجرة بين الشباب والطرق التي يسلكها المهاجرون والصعوبات والمخاطر التي يواجهونها والتكاليف المادية التي يتكبدونها للوصول إلى أوروبا وذلك وفقا لشهادات عدد من المهاجرين مهاجرون من الغوطة الشرقية برف العاصمة السورية دمشق تحدث للصحيفة أنه فقد عمله في إحدى الشركات الخاصة بدمشق نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المنطقة مشيرا إلى أن قرار الهجرة يراود جميع السوريين بمناطق الحكومة وهو مرتبط بتوفر تكاليفها ولافتا إلى أن العمليات تتم عن طريق مهربين يملكون نفوذا وارتباطا مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة وقال مهاجر آخر من مدينة حمس أنه فضل الهجرة على الالتحاق بصفوف الفصائل التابعة لإيران التي وعدته بتقديم راتب شهري يتراوح بين 120 إلى 150 دولار أمريكيا وذلك بعد أن فقد عمله في معمل لإنتاج زيوت نباتية بمدينة حمس وعن عملية التهريب بين مناطق الحكومة والمناطق المحتلة قال أحد المهربين برف حلب عملية تهريب البشر مهنة تدر أموال كبيرة للمهربين ولا بد أن تكون شبه منظمة ومؤمنة إلى حد بعيد لتسهيل عمليات التهريب بدءا من مناطق الحكومة مرورا بالمناطق المحتلة وتركيا ووصولا إلى أوروبا ترجمة نانسي قنقر